تقص إلى فترة طويلة نسبياً على الحال نفسها جو صافي وحرارة مرتفعة وجو رطب وهالأجواء الرطبية عم بتساهم مع انخفاض الحرارة بالليل وأول ساعات الصباح بتشكل الضباب فوق الجبال ومن المتوقع كافة تقصنا على هالحال كمان بالأيام الجيئة اتجاه الهواء جنوب غربي الحرارة على الساحة اللي بتتراوح بين 29 و 30 درجة على الجبال بين 25 و 28 أما بالداخل فبتتراوح بين 27 و 37 درجة الرطوبة عالية على الساحة للهواء خفيف البحر هيدي والجو صافي إلى قليل الغيوم سواء منروح بجولة من الجو فوق بعض مناطق وضيع اللبنانية لنشوف كيف تقصها ومنبلج جولتنا من مجتع حسن مع 27 درجة رابلوس 29 شكة 29 درجة 30 بعمشية الدوار 27 30 درجة ببسيبة 27 بدير الأمر صيدة وصورة 30 وطقصنا مشمس وصافي بكافة المناطق شقرة 27 27 بحصبية تل دنوب 34 درجة 35 بشتورة والخيتين بيكون بالقع مع 37 درجة كي بكافة تقصنا بالأيام الجاية بكرة الأربعة بتسجل حرارة 30 درجة بنهار وطقصنا مشمس وصافي 31 درجة لنهار الخميس بتستقر على 32 درجة انهار الجمعة وانهار السبت وطقصنا مكمل مشمس وصافي أما صورة اليوم يلي وصلتنا عبر يوري بورد فبعثنا إيها عيدش حادي هالمشهد للأسف مش غريب أبداً وبيتكرر يومياً على طرقات لبنان والنتيجة معروفة سلف حواد السير وخسائر بالأرواح والممتلكات مش بس لسائقي الموبيلات ولا يلي بصادف أنهم مرئين حدو كمان انتو كمان بعطونا صوركم أو الفيديو على يوري بورد عبر ويبسايت الام تي في والام تي في أب ونحن بنعرضها بنشاتنا بيبقى أنه نذكركم بضرورة الانتباه على الطرقات كرميلكم وكرميليا اللي حاولكن وتابعوا نشاتنا يومياً دايماً من الام تي في هالشي واضح من خلال الأجواء الصافية والمستقرة يلي إلا فترة مسيطرة على لبنان تقصنا رح يكفي مستقر الصافي ورطب بكرة وبالقيام الجاية مع درجات حرارة بتتغير من منطقة للتانية وبترتفع بشكل خاص بالداخل وبالبقع اتجاه الهوى جنوب غربي والحرارة على الساحل بتتراوح بين 30 وال31 درجة على الجبال بين الـ 26 والـ 29 وبالداخل بين الـ 29 والـ 38 درجة رطوبة عالية على الساحل هوى خفيف بحر هادي والجو مثل ما ذكرنا الصافي إلى قليل لغيوب كيف التقص بكرة ببعض المناطق وضيع اللبنانية منشوف بها الجولة من الجو يلي بتخدنا الليلة فوق عكار فوق كفر نون مع 28 درجة كفر عقق 27 كفر العرب 27 كمانا كفر عبيدة 30 درجة كفر دبيان وكفر عقب 27 درجة كفر حيم 29 وجو الصافي إلى قليل الغيوم بكافة المناطق اللبنانية شقرة وكفر كلها 29 درجة 35 درجة بكفرية وختم جولتنا بالقع مع 38 درجة كيف بكافة تقصنا بالأيام الباقي من الأسبوع بكرة الخميس الحرارة بنهار 31 درجة وعشرين درجة بالليل والجو الصافي جو الصافي بكافة لنهار الجمعة والحرارة بترتفع ل33 درجة كمان بالويك أند جو الصافي والحرارة مستقرة على 33 درجة بالنهار و21 درجة بالليل أما صورتنا الليلة يلي بعتنا إيها حسن عصافيري من منطقة أبو سمرة بترابلوس فبتسجل رقم إياسي بثلاث مدارس بمبنى واحد وببقرتين عم بحاولوا يدخلوا على هالمبنى بمؤشر واضح على الحال السيئة يلي بتعاني منا المدارس الرسمية مش بس بهالمنطقة وبلبنان كله كمان أنتوا كمان بعطونا صوركم على يوريب ورتعبر ويبسايت الام تي في والام تي في أبليكيشن ونحن بنعرضها أكيد بنشراتنا نشرتنا الليلة بتخلص هون وين ما كنتوا رايحين سوق عمهلكون وأنا بلاقيكم بكرة الكويت بعد تقرير عن استقالة وزير الشؤون الاجتماعية ووزير العمل بإشارة لعدم الاستقرار السياسي بالكويت إمكانية ارتفاع ديون إسبانيا وترقب الانتخابات باليونان نهار الأحد ضغطوا على المعنويات بالأسواء العالمية في أوروبا بعد الارتفاع بدعم من الأسهم يلي تعتبر ايميني أو الديفنسيف كالاتصالات والتعتين في وولد ستريت أيضا ارتفاعات خجولة بدعم من أسهم الطاقة بعد تحسن أسعارها بها الفترة إلى الدهب يلي ارتد وليأ دعم من عملية شراء فعالية للمعدن بالإضافة لعدم اليقين بالأسواء أما النفط فبقى تحت الضغوط بفعل المخاوف من متانة اقتصادات أوروبا بوجه الأزمة الحالية اليورو عم بيرتد بهاللحظات بظل ضعف عملية البيع وعم بيرجع لمستويات عند حدود الواحد خمسة وعشرين نهاية الاقتصاد من عود ومن تابع الأخبار معكم فادي وديان شكرا جيسي في خاصة الام تي في رحلة مع أحد صياضي الأسماك بين الأمس الغني بالثروات البحرية والحاضر الملوث الذي يحتاج إلى إنعاج في هذا التقرير لراكال مبارك